لا يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال بنحو قاطع أعتقد أن هذا الأمر واضح لديكم جميعا هناك مجموعة من الأمور لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع بشكل مجمل أقول أولا مسألة الظهور وما يرتبط بالمشروع المهدوي مسألة غيبية في أكثر أبعادها وهي سرية في أبعادها الأرضية فهي غيبية في أبعادها العلوية وسرية في أبعادها الأرضية لا يعقل أن تكشف أسرار هذا المشروع بشكل علن ولذا فإن ما ورد في آيات الكتاب الكريم أو ما ورد عن نبينا والعترة الطاهرة في هذا الشأن ورد بنحو إجمالي الأمر الأول سرية الموضوع وحينما يكون الموضوع سريا وموضوع بهذه الأهمية ستكون سريته عالية جدا فأنا لنا أن نعرف تمام المعطيات هذا أولا وثانيا ضاع الكثير من الحديث وبضياع الكثير من الحديث ضاعت معطيات كثيرة فحينما لا نمتلك كل المعطيات ستكون النتائج التي نصل إليها من خلال البحث ومن خلال الاستنتاج ليست دقيقة في أحسن أحوالها إن لم تكن بعيدة عن الصواب تماما وثالثا ما وصل إلينا من المعطيات تعرض للتحريف والتصحيف والتصحيف هو تحريف ليس متعمدا مصطلح معروف بين أهل العلم هناك تحريف التحريف هو التغيير والتبديل المتعمد وأما التصحيف فهو التغيير والتبديل غير المتعمد يقع خطأا يقع اجتباها لأسباب كثيرة سرية الموضوع عدم وصول المعطيات بشكل كامل تعرض ما وصل إلينا من المعطيات للتحريف والتصحيف ورابعا الأئمة خاطبونا بنحو عام وفقا لقانون المدارات وقانون المدارات يقتضي أن يكون الخطاب مناسبا لزمان الخطاب ولمكانه وللمخاطب فحينما يتحدثون عن المعارك مثلا وعن الأسلحة قطعا سيتحدثون عن المعارك وعن الأسلحة التي ستكون في مستقبل الأيام وفقا لما كان متعارفا عليه أيام حديثهم وأيام كلامهم ونقطة أخرى ترتبط بموضوع إمام زماننا من أن الأئمة نسج الأحاديث وفقا لمنظومة ولأسلوب عبر عن من أن الشيعة تربى بالأمان ونقطة أخرى هناك من التفاصيل فيما يرتبط بالأسماء بأسماء الأشخاص أو بأسماء البلدان أو ببعض المفردات الأخرى التي ترتبط بالموضوع لا نملك لها تعريفا واضحا هي مجهولة بالتمام والكمال بالنسبة لنا ولذا أقول ومن تجربة أنا مررت بها ومر بها الكثيرون إن لم أقل مر بها جميع الذين ألفوا وتحدثوا عن إمام زماننا خصوصا فيما يرتبط بعلائم الظهور وبوقت الظهور هذا الموضوع إذا أردت أن أدخل في تفاصيله سيطول لكنني بالإجمال سأقول لكم سأذكر لكم مثالي بنحو المجمل وأرجو ألا تسألوني عنهما لأنكم إذا سألتموني عن هذين المثالين سيطول الحديث سيطول الحديث نترك الأسئلة حول هذين المثالين إلى مناسبة أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة إذا ما أعدنا الكرة لبرنامج مثل هذا البرنامج فسألوني عن هذين المثالين أو في ندوات أخرى مفتوحة لأنني إذا أردت أن أتحدث عن هذين المثالين فسأحتاج إلى وقت طويل وفي الحقيقة ما سيثار من أسئلة هي أسئلة مهمة لكن لأن البرنامج ليس منعقدا لهذه النقطة بالذات هذه نقطة فرعية المثال الأول أنا شخصيا منذ صغري سمعت هذا الكلام يتردد في الوسط المتدين الذي كنت جزءا منه وبالتحديد بعد وفاة السيد محسن الحكيم سنة 1970 كنت صغيرا آنذاك ولكن أنني أتردد على المساجد وعلى المجالس الحسينية والجو العائلي الذي أنتمي إليه ما هو ببعيد عن الجو الديني يشكل جزءا من الواقع الديني رجع الناس أتحدث عن الشيعة في التقليد إلى مرجعين معروفين في النجف إلى السيد محمود الشهرود وإلى السيد أبو القاسم الخوئي الناس رجعوا إلى هذين المرجعين رحمة الله عليهم فدار الحديث حول السيد الخوئي خصوصا بعدما توفي السيد الشهرود في مدة وجيزة لم تستمر مرجعيته كثيرا بعد وفاة السيد محسن الحكيم في ظرف سنتين أو أقل توفي السيد الشهرود فكثر السؤال عن أن سيد الخوئي إذا ما توفي المرجعية لمن على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل وقلت من أنني لا أريد أن أتحدث عن الموضوع من جميع جهاته فكان هذا الكلام يقال من أن مرجعية السيد الخوئي هي آخر مرجعية في النجف وبعدها يظهر الإمام الحجة والقضية لم تكن هكذا تقال القضية لها أصل أنا سألت شيخ زين العابدين النجفي شيخ مهدي زين العابدين النجفي مرة اجتمعت به في مجلس فسألته عن هذا الموضوع صاحب كتاب بيان الأئمة سألته عن التأريخ الذي أثبت فيه رواية بحسب ما ذكر في كتابه في الجزء الأول من أنه سمع من بعض من يثق هو بهم من أهل الخبرة من أنه قد قرأ في بعض كتب الغيبة حديثاً عن المعصومين من أن آخر مرجع في النجف هو سيد الخوي وبعد نهاية مرجعيته سيظهر الإمام الحجة وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن إذا أردت أن أدخل فيها أحتاج إلى وقت طويل قلت هذه القضية يمكنكم أن تسألوني عنها بعد ذلك فكان هذا المعنى يعيش في داخلي وفي داخلي كثيرين خصوصاً وقد سمعت من أحد تلامذة السيد الخوي في قوم من أنه قد سأل السيد الخوي والسيد الخوي أجابه بالإيجاب أكد الموضوع أكد الموضوع لا من جهة الرواية وإنما أكد الموضوع من أن أحداً قد التقى بالإمام الحجة ومن أن الإمام الحجة أخبر هذا العالم الذي التقى به من أن آخر مرجع في النجف هو السيد الخوي القصة فيها كلام كثير فكنت أنا وأمثالي ممن يهتمون بهذا الموضوع قلت لكم قبل قليل سألت الشيخ زين العابدين عن تأريخ كتابته لهذه الرواية متى كتبها في كتابه هو الكتاب طبع سنة 1981 على ما أتذكر سنة 1981 1982 طبع كتابه بيان الأئمة أنا سألته قلت له هذه الرواية التي أنت ثبتها في هذا الكتاب من أنها منقولة عن الأئمة المعصومين من أن آخر مرجع في النجف هو السيد الخوي في أي تأريخ أنت أثبت هذه الرواية ونقلتها وسمعت بها فقال لي هذا الكلام أنا أثبته في بداية تأليفي للكتاب متى ألف كتابه ألف كتابه وبدأ يجمع المعلومات في نهاية الخمسينات وبداية الستينات يعني لم يكن الزمان زمانا لمرجعية السيد الخوي فإن مرجعية السيد الخوي بدأت بعد وفاة السيد محسن الحكيم كان شخصية معروفة السيد الخوي على المستوى الحوزوي يمكن أن نقول كان مرجعا حوزويا في أجواء الحوزة أما في أجواء الشيعة عموما فإن الشيعة بنحو العام ما كانوا قد سمعوا باسمه في الجو الحوزوي نعم السيد الخوي كان شخصية لامعة معروفة مشهورة في النجف هناك هناك تفاصيل كثيرة في هذه المسألة وأنا سأعرض عنها مراد أن هذا الموضوع أثر في الكثيرين في رسم تصورهم عن ظهور الإمام فهناك رواية بحسب ما نقل الشيخ مهدي زين العابدين نقلا عن من رأاها أنا ما قرأت هذه الرواية في كتاب مع أنني تتبعت الكتب التي ترتبط بشأن إمام زماننا تتبعت المطبوعة منها والمخطوط أنا ما رأيت هذه الرواية ولكن هناك رواية أثبتها الشيخ زين العابدين وهناك لقاءات مع الإمام الحجة نقلت عن علماء معاصره مثلا عن الشيخ محمد الرازي كان حيا في الوقت الذي كنا في قم وهو من علماء قم المعروف وعن غيره وعن منامات وعن تفاصيل كثيرة وعن حسابات جفرية من أن مرجعية السيد الخوئي هي آخر مرجعية في النجر وجاءت مرجعية السيد الخوئي ومات السيد الخوئي ونسيت مرجعيته وجاءت بعده مرجعيات ولم يحدث شيء ربما قد يقول قائل من أن هذه المعطيات لم تكن مستندة إلى روايات واضحة وصريحة وصريحة ما يرتبط بالسيد الخمين كثيرون الذين تتبع الروايات التي ترتبط بالرايات السود المقبلة من خراسة وكثيرون الذين تتبع الروايات التي ترتبط بالسيد الخراساني وبالسيد الحسيني القادم من إيران أو الحسني وأنا واحد منهم أنا واحد من أولئك الذين يزعمون من أنهم من المتخصصين في هذا المجال ووجدنا الكثير من القرائن التي دفعتنا أن نعتقد أن سيد الخمين سيبقى موجودا إلى عصر الظهور وأُلِّفت كتب في ذلك وتحدث المتحدثون وأنا من جملتهم تحدثت في هذا الموضوع قطعا لا على سبيل القطع لا يستطيع أحد أن يتحدث على سبيل القطع واليقين ولكننا جمعنا من الروايات والأحاديث من كتب الشيعة ومن كتب السنة والموضوع فيه تفصيل ومات السيد الخمين ومرت السنون وهذه القضية لم تكن مستندة إلى أحلام فقط هناك أحلام كثيرة هناك حكايات عن لقاءات بالإمام الحجة لكن هناك روايات كثيرة لا أقول من أنها قطعا تقصد هذا المعنى لكنها يمكن أن تنطبق على تلك الفترة التي نحن فهمنا الروايات فيها من أنها تنطبق على السيد الخمين فلذا القضية شائكة جدا لا يستطيع أحد أن يتحدث بلسان قاطع ويقول من أن عصر الظهور هو هذا العصر نحن عقيدتنا تملي علينا هذا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء وحين أقول إن عقيدتنا تملي علينا هذا لا لا يعني أن هذه العقيدة هي أمر تعبدي لا بد أن نتعبد بها العقائد ما هي بأمور تعبدية الجانب العقلي والوجداني وفقا لفهم منظومتنا العقائدية التي كثير منها مرتبط بالغيب هذا هو منهج العترة الطاهرة يجعلنا نستنتج عقائديا حقيقة هذا المضمون هذه القضية ليست قضية تعبدية أن نتوقع الفرج صباحا ومساء قد يتصور البعض من أن هذه القضية هي قضية تعبدية لأن الأئمة قالوا لنا توقع الفرج صباحا ومساء القضية ما هي تعبدية أبدا هذه قضية هي جزء من منظومتنا العقائدية ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة عقيدتنا تملي علينا هذا المعنى من أننا نتوقع الفرج صباحا ومساء هذا من جهة ومن جهة ثانية الأئمة نظم الأحاديث التي ترتبط بموضوع الظهور نظموها بطريقة يمكن أن يجد الباحث انطباقا لها في كل عصر وهذا هو أسلوب التربية بالأمان لكننا لا نستطيع أن نقطع بهذا الأمل الأمل هو الذي يحركنا باتجاه هذا الموضوع العقيدة تملي علينا حركة فكرية أشرت إليها قبل قليل من أننا نتوقع الفرج صباحا ومساء وهناك واقع على الأرض وعندنا مجموعة من المعطيات لا أقول إنها كاملة أبدا لكننا إذا ألقينا النظرة على هذه المعطيات تشعرنا بأن الظهور قريب إن شاء الله تعالى هكذا نأمل ونحن لا نعلم الغيب سأأخذ صورة إجمالية مما جاء في أحاديث النبي والعترة الطاهرة قطعا هناك من الأحاديث والروايات ما أخبرنا عن أحوال العالم عموما لا أريد أن أتناولها لأن الحديث سيطول وهناك من الأحاديث ما تناول منطقة الظهور وهي المنطقة التي تظهر فيها علامات الظهور واضحة وتبدأ الإرهاصات جلية في هذه المنطقة وتتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية ومنطقة الظهور بحسب الجغرافيا المعاصرة العراق إيران تركيا بلاد الشام أعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر الجزيرة العربية بما فيها في الجغرافيا المعاصرة السعودية اليمن عمان ودول الخليج هذه المنطقة هي منطقة الظهور هنا تحدث العلامات بشكل واضح هنا تحدث الإرهاصات بشكل واضح وهنا تتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية المركز في كل هذا العراق مركز الإمام عاصمة الإمام حركة الأحداث المزدحمة ستكون في العراق وفي هذه الدول المجاورة للعراق التي أشرت إليها وأطلقت عليها هذا العنوان منطقة الظهور إذا أردت أن ألقي نظرة إجمالية على هذه المنطقة وعلى ما يجري فيها يمكنني أن أقول أن شيئا كبيرا وكثيرا مما جاء في الأحاديث الشريفة التي تخبر عن أوضاع هذه المنطقة في الزمن القريب من ظهور الإمام فما يجري من الحوادث والأحداث هو كالذي تحدثت عنه الروايات لا أقول هو هو أبدا لا أريد أن أكرر الأخطاء السابقة التي وقعت فيها أنا ووقع فيها غيري ممن ألف أو تحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ولذا أترك الحديث مفتوحا للاحتمالات أنا سأخبركم بنحو مجمل وأنتم احكموا بأنفسكم أنتم أو الذين يتابعون هذا الحديث أنا لا أريد أن أصدر حكما وإنما حالي كحالكم وكحال الذين يتابعون حديثي نقرأ في الروايات والأحاديث سأشير إلى المضامين الواضحة المتكررة لن أتحدث عن المضامين غير الواضحة وباعتبار أن الحديث موجز والبرنامج برنامج تلفزيوني محدود الحديث يبدأ من هنا من أن الحكم يكون في العراق حكما عباسيا في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه السؤال هنا إننا نفترض أننا في زمن قريب من ظهور الإمام لا نملك دليلا على ذلك السؤال هنا هل أن الحكم الحالي في العراق هو حكم عباسي فإننا كنا نقول من أن الحكم الصدامي هو حكم عباسي ليس جزافا باعتبار أن حكومة عبد السلام عارف الذي حكم العراق بعد عبد الكريم قاسم نفسها الأموي كان واضحا جدا فالروايات حدثتنا عن حكم أموي في العراق يأتي بعده حكم عباسي أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل بشكل مجمل سأمر على المطالب هل الحكم الآن في العراق هو حكم عباسي لا نملك دليلا على ذلك هناك من يقول لكننا لا نملك دليلا على ذلك قد تسألني ألا يحتمل أن يكون الحكم الحالي حكما عباسيا أقول نعم يمكن هذا لكننا لا نملك دليلا على ذلك هناك تشابه واضح بين الحكم الحالي في العراق وبين الحكم العباسي لكننا لا نملك دليلا على أن الروايات التي تحدثت عن حكم عباسي في زمن قريب من ظهور الإمام إنها تتحدث عن هذا الحكم فالحكومات تتشابه فيما بينها لكن السؤال هنا ما هو وجه التشابه بين الحكم الحالي وبين الحكم العباسي وجه التشابه أن الحكم العباسي لا هو بحكم ديني ولا هو بحكم غير ديني العباسيون ليس لهم مذهب لا يستطيع أحد أن يصنف العباسيين على مذهب من المذاهب إذا افترضنا أن مذهبا يقال له مذهب أهل البيت إذا افترضنا هذا الكلام مثل ما هو شاء وإلا الدين واحد هو دين أهل البيت والناس البقية لهم أديانهم التي سميت بالمذهب لكن إذا افترضنا أن مذهبا كبقية المذهب يقال له مذهب أهل البيت فهل كان العباسيون على هذا المذهب الجواب كلا هل العباسيون على مذهب مالك مثلا العباسيون هم الذين صنعوا لمالك مذهبه الحكاية طويلة العباسيون ليس لهم مذهب لا نستطيع أن نصنف العباسين على مذهب العباسيون ما كان حكمهم دينية ولكنهم يرفعون الشعارات الدينية العباسيون أيدهم رجال الدين ممن لا يتفقون معهم في الطريقة والمعتقد على سبيل المثال فمالك إمام المذهب المالكي أيد الحكم العباسي ولكن ولكن السؤال هنا هل أن الدوانيق مثلا الذي أوجد لمالك مكانة كبيرة بين الناس هل كان مالكيا لم يكن الدوانيق مالكيا هل كان ولده الذي عرف بالمهدي هل كان مالكيا لم يكن ولده المهدي مالكيا والدوانيق سمى ولده بالمهدي لتضييع الأمور على الناس ووضعوا الأحاديث من أن المهدي عن النبي من أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فالدوانيق كان اسمه عبد الله وسمى ولده محمد المهدي ولقب نفسه بالمنصور لأن المنصور في الأحاديث هو في جملة الشخصيات التي تمهد للمهدي الحكاية طويلة لا أريد أن أخوض في هذا حتى الكتاب الذي طلب من مالك أن يؤلفه ماذا سماه هذه التسمية من العباسيين سمي الكتاب بأي اسم بال موطع وهذا العنوان أخذ من عنوان الموطئين الذين يوطئون للمهدي هذا موضوع معقد أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيله لكن الحكم العباسي من هذه الجهة يشبه الحكم الحالي فإن الحكم الحالي لا هو بحكم إسلامي ولا هو بحكم ليس إسلامي حتى الأحزاب الحاكمة على سبيل المثال حزب الدعوة الإسلامية يتبنى فكرة إسلام بلا مذاهر الفكرة التي يتبنىها حسن البنى وهذه الفكرة هي التي أسس عليها فكر حزب الدعوة الإسلامية الأحزاب الإسلامية تؤمن بهذا المنطق والأحزاب الأخرى تدعو إلى الوحدة الإسلامية لا نستطيع أن نشخص مذهبا حقيقيا لا على لسان الإدعاء لهذا الواقع الموجود من جهة يمكن أن يقال إن الإسلاميين يحكمون ومن جهة لا وجود للإسلام من جهة يمكن أن يقال إن الشيعة يحكمون ومن جهة أخرى نفس الذين يقال لهم الشيعة هم الذين يحاربون شعائر الشيعية ضاهرة واضحة جدا الفساد المالي والأخلاقي إذا رجعنا إلى كتب التأريخ وليس بالضرورة أن ما جاء في كتب التأريخ أن يكون صدقا كله أو أن يكون كذبا كله هناك أشياء ذكرت كما هي لأن تحريفها لا ينتفع منه الصلاطين والحكام وهناك أشياء حرفت لأن تحريفها يعود بالمنفعة على الحكام والصلاطين والأقوية هكذا كتب التأريخ لو رجعنا بشكل إجمالي إلى كتب التأريخ وقارن بين الحكم العباسي والأموي فالحكم الأموي ما كان هناك من فساد مالي واضح لدى موظفي الدولة الحكم الأموي كان حكما ظالما فاسدا لكن القوانين كانت صارمة اقرأوا كتب التأريخ في تأريخ العباسيين على طول الخط دائما هناك إقالات للوزراء وإقالات للقضاة بسبب الفساد المالي فساد مالي منتشر على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى الصغار حتى على مستوى العسس على مستوى الحرس الليلي الذي يدور في الأزقة والشوارع فساد على مستوى عوائل المسؤولين كتب التأريخ مشحونة بهذا وقضية أخرى الرواتب ما كانت تصل كاملة إلى الموظفين والعمال في العصر العباسي بينما في العصر الأموي كانت تصل الرواتب بشكل دقيق وفي مقاطع زمانية طويلة كان الجيش العباسي لا يستلم راتبا لا تعطى لهم الرواتب فيلجأون إلى سلب الناس أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار الجيش العباسي عند هجوم هولاكو على بغداد لأنهم لا كانوا يملكون أسلحة تتناسب مع المعركة وما كانوا يستلمون رواتب فكانوا في حالة نفسية مهزوزة جدا كتب التأريخ مشحونة بهذا الكلام لو كان الحديث عن هذه القضية بإمكاني أن أحدثكم في تفاصيل كثيرة يمكنكم أن تعودوا إلى كتب التأريخ وأن تقارنوا بين العصر العباسي وبين العصر الأموي وأن تقارنوا بين الذي يجري في العراق في زماننا هذا وبين ما كان عليه الحكم العباسي لكن هذا الكلام ليس بالضرورة أن يكون صحيحا التشابه في الفساد والظلم بين الحكومات موجود على طول التاريخ لا يعني أن الحالة في العراق هي الحالة اليتيمة الوحيدة التي تشابه الحكم العباسي ولكن هذه صورة من جملة الصور التي تتحدث عن واقع العراق في الزمن القريب من ظهور الإمام وهذا كله في حد الاحتمال القضية كلها في حد الاحتمال لا نملك دليلا قطعيا على أن نقول من أن الحكم في العراق هو هذا الذي تحدثت عنه الروايات من أنه الحكم العباسي الذي يسبق عصر الظهور ويبقى موجودا إلى عصر الظهور الروايات حدثتنا عن الحكم العباسي في آخر الزمان من أنه حكم ضعيف لا يستطيع أن يتسلط على الأمور بشكل كامل وهذا الحال موجود في العراق لكن لا يعني أن هذه الحالة هي الحالة اليتيمة التي كانت في تاريخ العراق ما هو التاريخ مشحون بمثل هذه الوقائع والأحداث فهناك حكم عباسي في العراق حكم ضعيف ولذا الخراساني سيدخل العراق من دون استئذان والسفياني سيدخل العراق من دون استئذان واليماني سيدخل العراق من دون استئذان والأتراك سيدخلون العراق من دون استئذان الروايات هكذا تقول هذا الوضع الذي تحدثت عنه الروايات هو أشبه ما يكون بالوضع القائم لكنني مع ذلك أصر على أن القضية في حد الاحتمال فأنا لا أريد أن أكرر أخطاء سابقة وقعت مني أو من غيري في تفسيري ما جاء في الروايات والأحاديث الروايات تخبرنا من أن الأكراد سيسيطرون على بغداد وما يجري الآن يمكن أن يكون قريبا من هذا المعنى هناك حكم عباسي هناك سيطرة للأكراد على بغداد بشكل واضح لم تعرف عبر تأريخ العراق أو على الأقل عبر التأريخ الحديث لم تعرف للأكراد سيطرة مثل ما يسيطرون الأكراد في وقتنا المعاصر أنا لا أقطع بتطبيق هذه المعاني وإنما أقول حينما أقرأ الروايات والأحاديث التي تحدثنا عن أوضاع منطقة الظهور فإنني أجد هذه المضامين وأنا قلت لكم الأمر راجع إليكم أنا حالي كحالكم غاية الأمر أنا أجمع لكم المعلومات فحكم عباسيون هناك وجه للمشابهة لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الحكم هو حكم عباسي ولكن هناك مشابهة في العديد من الجهات بين الحكم الحالي في العراق وبين الحكم العباسي حتى في تأييد المرجعية لهذا الحكم فإن المرجعية في النجف ما كانت الأحزاب الشيعية تعترف بها حزب الدعوة أصلا لا يعترف بالمرجعية له مرجعيته الخاصة به مرجع حزب الدعوة حينما دخلوا إلى العراق والسيد محمد حسين فضل الله فلماذا لم يرجعوا إلى مرجعهم لأنه لا تأثير له على الجو في العراق السيد باقر الحكيم أعلن مرجعيته ولكن حين جاءوا إلى العراق ما وجدوا لهم تأثيرا لس فقط حزب الدعوة ولس فقط سيد باقر الحكيم وبقية العناوين ما وجدوا لهم تأثيرا في العراق ووجدوا الشارع بشكل عام وجدوه شارعا صدريا أتباع السيد محمد الصد فماذا يصنعون فألقوا نفسهم في أحضان المرجعية في النجف التي كانوا يستهزئون بها ويضحكون عليها حينما كنا في إيران بحثا عن الشرعية فالعلماء الذين أيدوهم من اتجاه آخر بالضبط كما هو الحال في تأييد مالك وغير مالك الذين هم من اتجاه آخر غير الاتجاه العباسي اتجاهات مختلفة المرجعية في وقت العباسيين كانت تختلف في مذاقها وفي اتجاهها عن العباسيين أنفسهم عن أصحاب الحكم الجديد القضية هي هي هناك تفاصيل كثيرة لا أريد أن أخوض فيها أنتقل إلى نقطة أخرى حال الشيعة في العراق الروايات تحدثنا من أن الشيعة في العراق وفي غير العراق ولكن التركيز على العراق من أن الشيعة في العراق ستختلف فيما بينها اختلافا كبيرا يدفل بعضهم في وجوه بعض يلعن بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا إلى بقية التفاصيل التي تتحدث عن اختلاف شديد وواضح والروايات تخبرنا عن كثرة دماء تسفك في العراق بسبب ومن دون سبب وعن موت منتشر وعن خوف لا قرار له وهذه المعاني تتجلى أمامنا بشكل واضح وروايات تخبرنا عن دجالين ترتفع أصواتهم في العراق والدجالون في العراق على نوعين دجال صوته صوت مباشر يدعي أنه الإمام المهدي مثل ما هو الحال في شخص تحدثت عنه في برامج سابقة كمال الموسوي ومثل ما هو الحال في أحمد إسماعيل الذي يقال عنه اليماني وتفاصيل أخرى لمجموعات ولشخصيات أخرى هناك دجالون حالهم في الدجال واضح صريح وهناك دجالون حدثتنا عنهم الروايات من أنهم أشد خطرا من الدجال نفسه من الدجال الأعور على الشيعة لماذا؟ لأنهم يوالون أعداء أهل البيت ويعادون أولياء أهل البيت فإذا ما حدث هذا فقد اختلط الحق بالباطل فلا تتميز الأمور فهناك دجالون وهم الذين يتبنون الفكر الناصبي ويلبسون على الناس وهم الذين تحدثت عنهم الروايات من مراجع التقليد الذين وصفتهم الأحاديث من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة كما يقول إمامنا الصادق وأضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا كما يقول صادق العترة وهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الروايات هذه وصفت الكثرة من مراجع التقليد بهذا الوصف ومدحت القلة من مراجع التقليد عند الشيعة من الذين لا يتصفون بهذه الأوصاف أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وإنما مررت عليها إجمالا فهناك الدجالون وهناك الفكر البتري الفكر البتري هو الفكر الذي ينتمي بجهة من جهاته إلى التشيع وينتمي بجهة أخرى إلى الفكر الناصبي أساسا هذه التسمية أولئك الذين دخلوا على الإمام الباخر مجموعة من الشخصيات العلمية والدينية في عصره وقالوا من أننا نوالي عليا ومن أنهم يوالون أبا بكر وعمر ويبرؤون من أعدائهما من أعداء أبي بكر وعمر فكان زيد جالسا بجنب الإمام الباخر فقال إنكم بترتم أمرنا إنكم تعادون فاطمة حينما حينما تقولون من أننا نوالي أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهما فإن فاطمة كانت عدوة لهم بترتم أمرنا فأطلق عليهم هذا الوصف فوصف البترية هو وصف لواقع فكري ينتمي إلى التشيع من جهة وينتمي إلى الفكر الناصبي من جهة أخرى بالضبط كهذا الذي قال لأمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا الذي كان من قتلة فاطمة قال أما إنك لأعور الفكر البتري هو الفكر الأعور أوضح مصاديقه وهذا الفكر الذي ينتشر في الواقع الشيعي هذا المنهج الشافعي المعتزلي وهذا الفكر الصوفي والفكر القطبي فأحزابنا السياسية قطبية ومؤسستنا الدينية الشيعية في النجف شافعية معتزلية في فكرها وعرفاؤنا صوفيون ينتمون إلى ابن عربي مثقفون ومفكرون ينتمون إلى سيد قطب هذا هو الواقع الشيعي هذا هو الفكر البتري منابر الحسيني كبار خطبائنا يفسرون القرآن وفقاً وفقاً لتفسير الفخر الرازي والطبر والقرطبي وسيد قطب فضائياتنا كذلك المكتبة الشيعية مشحونة بالتشكيك في فكر آل محمد هذا هو الفكر البتري الروايات تخبرنا من أن الفكر البتري هو الذي سيهيمن على النجف الدليل ما هو الروايات الكثيرة التي تخبرنا عن أن فقهاء النجف بقضهم وقضيطهم وأن العمائم في النجف من القراء والفقهاء بقضهم وقضيطهم سيخرجون لقتال الإمام الحجة وسيبيدهم عن آخرهم وقبل ذلك يبايعون السفيان ويناصرونه وشيعة العراق تتبعه هذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة قد يقول قائل يمكن أن يتغير هذا الواقع يمكن للأمة أن تغير واقعها موضوعنا ليس هنا الأمر هو هو إذا أردنا أن ننظر إلى المنطقة المحيطة بالعراق الروايات تخبرنا عن حكم شيعي في إيران وتخبرنا في الوقت نفسه عن اختلاف فكري كبير داخل إيران وبوادر هذا واضحة جدا لكن الروايات تخبرنا عن أن الحكم الشيعي سيبقى موجودا إلى عصر الظهور وسيكون للإيرانيين وللحكم الشيعي في إيران سيكون هناك دور واضح كبير في المشروع المهدوي الحديث عن تركيا وعن دورها المتحفز لنصرة السفياني واضح هذا في الروايات وعن دخول جيش الأتراك إلى العراق وإلى الشام واضح هذا في الروايات أنا لا أتحدث عن هذا الدخول المحدود أقول إن ساحة قريبة في أوصافها مما تحدثنا عنه الروايات فتنة الشام بشكل عام وفتنة سوريا بشكل خاص وتفاصيل هذه الفتنة ورايات داعش السوداء تحدثت عنها الروايات فتنة اليمن وما جاء من روايات تتحدث عن الحجاز إلى وقتنا هذا لم تظهر العلامات واضحة في الحجاز ولكن بشكل عام إذا أردنا أن نذهب إلى مصر إذا أردنا أن ننظر إلى اليهود وقوتهم تفاصيل تفاصيل كثيرة أنا لا أريد أن أخوض فيها إذا ما نظرنا إلى كل هذه التفاصيل ما يجري على الأرض فيه شبه كبير أنا لا أقول من أن هذه الروايات ومن أن هذه الأحاديث هي الآن تنطبق على أرض الواقع أبداً حتى فيما بيني وبين نفسي لا أقول هذا الكلام للإعلام حتى فيما بيني وبين نفسي أنا لا أقول أن هذه الروايات تنطبق انطباقاً حقيقياً كاملاً لكنني إذا جمعتها وهي روايات كثيرة وهناك مطالب كثيرة أنا ما ذكرتها طلباً للاختصار فعندكم أسئلة أخرى لأنني إذا بقيت أتحدث في هذا الموضوع فهذا الموضوع قد يحتاج إلى ساعات من الحديث هذه النتف التي أخذتها من هنا ومن هناك ويوجد الكثير غيرها في الروايات من الصور التي حدثتنا عنها الأحاديث تكاد الحقائق على أرض الواقع أن تكون شبيهة وشبيهة جداً لما جاء في مضامين الروايات فإذا نظرنا إلى هذا الموضوع بهذه الرؤية يمكننا أن نقول من أن الخارطة السياسية والجغرافية والاجتماعية والعقائدية كأنها تتشكل شيئاً فشيئاً لزمن قريب من وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه